أزمة اقتصادية فقر وبطالة يعانيها قطاع غزة وفق ما ذكر خبراء وممثلون عن منظمات دولية مختصون في الاقتصاد وضع اقتصادي دفع بالكثيرين إلى تساؤل عن الأسباب وما يتحمل مسؤولية ذلك لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه أهالي غزة والذي دفع بالقطاع إلى شفى حفرة من الانهيار وضع مترد ينذر بكارثة إنسانية وانفجار اجتماعي فازدادت أسعار السلع بشكل غير مسبوق وازدادت معها معدلات البطالة وبطئت عملية الإعمارة بعكس ما كان يأمل أهل غزة وضع اقتصادي دفع بالكثيرين إلى التساؤل عن الأسباب ومن يتحمل مسؤولية ذلك في السنة الماضية ارتفعت معدلات البطالة لتبلغ 43% في الربع الثالث من السنة وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد على 218 ألف شخص بحسب ما ذكر مركز الإحصاء الفلسطيني في شهر كانون الثاني يناير الماضي وتعد معدلات البطالة في القطاع هي الأولى عالميا وفق البنك الدولية عندك قلاب بطالة بما فيه الكفاية يعني 80% من الشعب بطالة طب هذا البطال منهم بدي يجيه منهم بدي يصله وفاقد الشيء لا يعطيه طبيعي هذا فاقد الشيء لا يعطيه فأنت طالما بتعيش على المعونات ما فيش إنتاج داخلي ما فيش جهد منتج فأنت إما أن يمن عليك وإما إيه ما يعطيك والله وضع غز حاليا من أسوأ لأسوأ يعني الظروف صعبة جدا الماديات ضعيفة عند الجميع الشغل برضو ما فيش شغل يعني إحنا سنعنا نتخرج وما في نشتغل بشهادتنا يعني سر الواحد يخلص شهادة كويسة ويشتغل سواء على الخط ولا يشتغل بياع في محل يضاف إلى معدلات البطالة فقر مدقع يعانيه سكان القطاع وأزمة أخرى تتمثل في انقطاع الكهرباء حيث يحتاج القطاع إلى نحو 450 ميجاوات من الكهرباء على مدار الساعة بينما لا يتوفر حاليا سوى 150 ميجاوات فقط إيش أوصف لك وإنت قاعد وصفت كل الوضع أنا نفسك إيش أوصف لك ما أنت شايف على أرض الواقع كل شي قدامك إيش أوصف لك عالم عايشة في بؤساء يعني تسمعش كلمة بؤساء وأهل غزة اليوم في وضع البؤساء أول حاجة أول حاجة أي شعب أو أي عالم بعيش في الظلمة في الشهر الفضيل في امتحانات في وضع شهر فضيل شهر عبادة مشوفش الكهرباء بالنسبة للوضع يعني الوضع يعني من السيء أسوأ من السيء شايف كيف وضع الناس يعني تعبان جدا 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 فيه ناس طال عفوق شايف كيف وفيه ناس ناس اللي تحت الأرض شايف كيف الوضع يعني تبعهم تحت 100 ألف سفر فالناس مش قدرة تتحمل يعني اللي عندي اللي أنا بكفي فللأمانة يعني لازم نشوفونا حل حرام عليهم يعني خطيتنا في رقابهم هذول اللي مسكينا شايف كيف وحكمينا شايف كيف ومش راضين يخلوا الناس تنفس سنوات عدة وحماس على سدة الحكم في غزة قامت خلالها بإدارة شؤون المواطنين ولكن هناك مفارقة واضحة وفق تلك الشهادات مفارقة تظهر أن حماس أخفقت في إدارة شؤونها الداخلية فإلى متى ستبقى غزة وشعبها يدفعون ثمن إدارة حماس ترجمة نانسي قنقر